كلام أنه على وضعك احتفل في العيد هو أصطن العيد عشان يفرحوا كل الناس مهما كان وضعك مهما كانت مأساتك مهما كان الفقد عندك طبعاً بمناسبة العيد أنا أهني والدتي الله يجعل أيامك كلها عيد وكل عام وانت بخير وأدعو لوالدي بالمغفرة فقدت والدي أنا من ثلاثة شهور هذا أول عيدي مر علي بدون والدي ولكن هذا مو معناته أنه أنا يعني تبقى حياتنا كلها حزن الحزن في القلب الرسول عليه الصلاة والسلام حزن على أبنائه وفيما بعد الحزن هذا كان يفرح في العيد ويبرز مظاهر الفرحة في العيد مظاهر الفرحة في العيد أنا بتكلم لكم هنا في المملكة العربية السعودية في الرياض من أحد أهم مظاهر العيد عندنا اللي هي صلاة العيد وهي التي تجمع كل مظاهر الفرحة والعيد بالفطر الإفطار وهو هذا يعني المعنى نحتفل بإفطارنا كنا نصوم شهر رمضان والله أكرمنا بصيام شهر رمضان ولكن في يوم العيد نبدأ يومنا بالفطور بسبع تمرات حسب السنة النبوية هذا هو اللي احنا نتبعه هنا في المملكة العربية السعودية الإفطار في المنزل قبل الخروج أحد مظاهر العيد أنه نفطر فطور خفيف ثم التكبير إلى أن نصل لمسجد العيد هذا من مظاهر الفرحة ستجد الأطفال ستجد النساء ستجد يعني كل الناس بجميع فئاتهم الغني والفقير كلهم لابسين أجمل ثياب وهذا لإبراز الفرحة كلنا كل الناس مبتلين بفقد أحباب كل الناس عندهم مأساة عندهم أحزان ولكن الحزن هذا من الشيطان والفرح بالعيد هذا من رضا الله يعني هذا من فضل الله علينا أنه شرعلنا يوم أنه نظهر في مظاهر الفرح الحزن في القلب أكيد نتجاوز الحزن هذا زي ما تجاوزه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وشكري لله يعني طبعا تحمد رب